الاحتجاجات تتصاعد مع تفاقم أزمة الغاز وارتفاع الأسعار تستمر أزمة الطاقة في كربلاء بعد تعطل خط إنتاج الغاز في مصفات المدينة لأكثر من شهر حيث يتظاهر أصحاب المولدات الأهلية احتجاجا على نقص التجهيز وارتفاع الأسعار في السوق السوداء لأكثر من ضحفين احنا جاي ندافع عندنا المواطن قاز ماكو راح نطفي احنا واقفين هنا هنه هسه ما نرجع لهنه المواطن نريد كهرباء الكهرباء جاي نشغل المولدات هسه ها جاي العالم من تمه 16 ساعة جاي نشغل وكهرباء ماكو وقاز ماكو مليون ومئة وصل سوينا حال هسه احنا راح نطفي باترة آخر يوم المعامل الديزيل معزلة أبو القاز جاي يطي يجي للمولده يطينا 100 لترة ويقل لك شغل حتى ما يجي أبو الأمن الوطني يغارمك بينما تستمر أزمة الكهرباء يجد المواطنون أنفسهم عالقين بين ارتفاع أسعار الأمبيرات وضعف التجهيز من الطاقة الحكومية مما يزيد من استيائهم ويطرح تساؤلات حول الحلول الفعالة طبعا اليوم يعاني المواطن الكربلاء من قضية القطاع الكهرباء المستمر وتوقف أحيانا أربع ساعات أو ثلاث ساعات آسة احنا دافعين فلوس لأبو المولده تروح لأبو المولده يقول لك نقص قاز ولا ما عندي الحال يمن يعني يمن المحافظة يمن المولده شوان بالله يمن التيار أما يصلح يصلح التيار الكهرباء وأما تكون هناك معالجة معالجة توفير القاز لأبو المولده تستدعي أزمة إمدادات الوقود والتجهيز الراهنة وفقا للمراقبين اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيناف عمل المصفات نظرا لارتباطها المباشر باحتياجات المواطن الأساسية علم طير واني نيوز كربلاء